حيلة حيو الشباطية للهين السيق والبندق شيلة نتواصل أيها الحمد القريم يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذا المساء الجميل شوطنا السابع عشر الذي ينطلق حاملا كذلك النموس والتحدي الكبير على أرضية هذا الميدان مع الفطامين الشوط السابع عشر أعلنت بداية انطلقته انطلق الشوط ليحمل لنا هذه الكوكبة من الفطامين تتنافس على السيارة وعلى نموس في هذه الأعداد نسير مع مقدمة الشوط تتقدم المشاركات هذه أبراج مطر بن علي بن سعيد الغفلي هي اللي انفردت بالمركز الأول وانطلقت على المقدمة مشاهدين العزاء الله يا الغيلاني ولكن هنا نشوف نشوف اللي تدخلت في هذه اللحظات مشاهدين العزاء يا سلام الشهينية محمد بن مصبح الوهيبي ولكن خلاص الغيلاني ينتزع سيارة هذا الشوط تهانينا مشاهدين العزاء لسعيد بن سالم الغيلاني على الفوز بالمركز الأول بينما وصلت في المركز الثاني لحمد بن سبيح الوهيبي اللي وصلت في المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام اللي هي الشهينية والمركز الثالث أنا وصلت في المركز الثالث مشاهدين العزاء في هذا التواصل عموما على كل حال تهانينا على هذا الفوز للجميع بغية المراكز لجنة خط النهاية لها متابعة التوغيد الزمني دقيقتين وثانية ودقيقتين وعشر ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز لسعيد بن سالم الغيلاني على هذا الفوز المستحق وعلى هذا النموس الشهينية الذي تنتزع وسلاماتنا هناك للسلطنة لأهالي جعلان بن أبو علي ترجمة نانسي قنقر